اربع سنوات منذ القلاب ميليش الحوثي على الدولة وتفجير الفضاء العام ودخول البلد نفقا مظلما لم ترى النور سنوات امتلأت خلالها سجون صنعاء والحديدة وذمار بالمعتقلين والمعذبين واضطر خلالها اكثر من ثلاثة ملايين يمني للنزوح داخل وخارج البلاد لم تكتفي ميليش الحوثي باشتياح المدن الرئيسة بل وصلت الى اقصى الريف ومناطق الهامش وفجرت حربها الظالمة ليتطال كل منطقة ومنزل وقلب كان لافتا مسلسل التدمير الذي انتهجته ميليش الحوثي منذ سيطرة على الدولة وحربها الانتقامية ضد معارضها بدءا من القتل الى الاخفاء القسري وحتى تفجير منازلهم كما جندت عشرات الالاف من الاطفال في صفوفها بحسب تقارير حكومية وعلى اثر هذه الحرب نزف اليمنيون من دمهم وقوتهم كثيرا وباتت امكانية الحياة لدى شريحة واسعة من الفقراء والمنسيين مرهونة باوراق الشجر بعد ان فقدوا قدرة الوصول الى الغذاء وعجزت المرضمات الانسانية عن الوصول اليهم يتساءل العالم كيف يعيش ملايون اليمنيين المكتئبين في جوف الحرب والحصار والجوع والاوبئة وكيف تقتات الاف الاسر بالرغم من استحالة معرفتها بوجبتها القادمة كما تقول التقارير الدولية وهنا في الداخل تجيب الوجوه وهي تعبر خطوط الاشتباك اليومية وخطواتها تحيد عن مسارات الدم والخراب لقد قضت ميليشيا الحوثي على كل شيء وتسببت في قطع رواتب الناس وانعدام فرص العمل وتحويل البلد الى مقبرة جماعية حتى العملة الوطنية انهارت امام الدولار وباتت الحياة متورطة بسعر الصرف بحسب منظمات حقوقية وانسانية عالمية فقد تجاوزت نسبة الفقر في البلاد الثمانين في المئة كما تسببت حرب الحوثيين في القاء البلد في جحيمها من قطاع الكهرباء وانتشار السوق السوداء للمشتقات النفطية حتى وصلت سعر لتر البترول الى خمسمائة ريال المدارس هي ايضا طالتها حرب ميليشيا الحوثي وقصف التحالف حيث اغلقت قرابة ثلاثة الاف وخمسمائة مدرسة بسبب التدمير الذي طالها ومثلها ايضا اغلقت مئات المستشفيات وانهارت المنظومة الصحية بشكل تام بالتزامن مع تفشي اوبئة قاتلة كالكوليرا وحم الضنك والدفتيريا